السلام عليكم دعوني اليوم اشترح لكم طريقة انشاء حساب في تطبيق ستار زون وطريقة الاشتراك الرسمي طبعا الاشتراك الرسمي وطريقة تيقاف الاشتراك الرسمي عن التجديد يعني اذا خلص الشهر خلص ما يتجدد طبعا التطبيق في عدة اشتراكات واستطيع اشتراك في الرياضة استطيع اشتراك في الترفيه استطيع اشتراك في اي شي هنا عندي الخطوة الاولة اذهب لايقونة هذه بعدين هنا عندي تقوم بتسجيلة دخولة وانشاء حساب إذا كان عندي حساب من أول أعمل تسجيل دخول وإذا كان عندي حساب جديد أعمل إنشاء هنا عندي إنشاء أعمل هنا الإيميل بعدما أعمل الإيميل أعمل هنا تحت كلمة المرور وأعمل الإستمرار مباشرة ما يحتاج أي حاجة طبعا أستطيع الإنشاء برقم الجوال هنا طبعا كما تشاهدون كتبت الإيميل الآن وهنا تحت الرمز الرمز لазывается يكون 6 رقام أكثر بعدين أعمل إستمرار أستطيع دخول بحساب جوجل او استطيع حسابابل. جيت باشترك فيه. هنا كما تشاهدون عندي طريقة الاشتراك. طريقتين. واحدة ادفع بالبطاقة واحدة ادفع بجوجل بلاي او ابسور. طبعا انا افضل اني اشترك بجوجل بلاي. ليش? لاني في اي وقت استطيع الدخول على السوق والغي الاشتراك. هنا كما تشاهدون اذا اخترت جوجل بلاي اعمل استمرار. واذا اردت بالبطاقة اختر هنا البطاقة تابعة بالبطاقة الايتمانية. لا انا بختار جوجل بعدين اعمل استمرار على طول مباشرة. كما تشاهدون هنا عندي استمرار لا تحت هنا ايوه هذا جوجل بلاي. بعدين اعمل استمرار. تحولت العملة من الريال للدولار معلية منها. هنا بعدين بعمل اشتراك. كما تشاهدون الحساب مرتبط بالفيزا بيخصب من الفيزا. واذا كان عندي رصيد في جوجل بلاي برضو بيخصب من الرصيد. سواء اشتريت بطاقة وشحنته في جوجل بلاي او بالبطاقة. هنا بدخل الرمز السري للحساب. بعدما دخل قدر رمز السري للحساب انتظر الان يتم التحقق. طبعا اذا خصم الرصيد خلص بجيني الرسالة وتم الاشتراك. طبعا الاشتراك هذا الان لمدة شهر. كما تشاهدون الان سوفركم طريقة يقاف الاشتراك فيه. طريقة يقاف التجديد. هنا الان تم الاشتراك. الا نقول لي هل تريد عادة طرق الدفع? اعمل له لا شكرا هنا. وانتظر التطبيق لكي يتحقق من الاشتراك. هنا كما تشاهدون شكرا الاشتراك. المشاهدة بلغات متعددة. حمل وشاهد بدون اتصال بالانترنت. اه بدون اعتراض المحتوى المفضل لديك. هنا طبعا كما تشاهدون الان الاشتراك تم. عندي جاهز. الان عندي طريقة الغاء التجديد. اذا جاهز ذهبت للسوق ادخل على جوجل بلاي او بستور. بعدين اذهب للدفعات. بعدين اذهب للاشتراكات. هنا عندي في الاشتراكات كما تشاهدون هذا هو التطبيق الذي مشترك فيه. اذا دخلت عليه كذا. هذا هو كما تشاهدون معلم من الاشتراكات الاولة. هنا بعمل الغاء اشتراك. الغاء اشتراك مش عن انو يكنسلي الاشتراك اللي انا مشترك فيه. لا. الغاء اشتراك انو يوقف لي الاشتراك. الشهر الجاي. مش الشهر هذا. لحين الشهر هذا عندي كما تشاهدون في تاريخ هنا. نهاية الاشتراك 11 اثنين. انا الان 11 واحد. هنا اعمل اي سبب من هذه الاسباب. بعدين اعمل متابعة. طبعا لازم نركز. اذا لغيت الاشتراك ليس اشتراكك في ستارز اون. سيتم لغاء اشتراكك في ستارز اون. اه من اهنا التاركة ما تشاهدون على جوجل بلاي. في احدى عشر اثنين. انا الان احدى عشر واحد. اذا احدى عشر اثنين بيلطغ الاشتراك.